لو كنت من الناس اللي لعبة أنشارت الثري أول ما نزلت في 2015 فأنت أكيد اتفاجئت زي من المشهد ده القبطان رامسس أدى دوره الممثل المصري سيد بدريا وكان واحد من أعداء نيفان دريك بطل اللعبة وكان بيدور على مدينة قرم المفقودة اللعبة حققت نجاح نقدي وجماهير كبير ساعتها وده خلاني أفكر لو على الشخصيات الشريرة فاستنم عندنا فيها أشرار مكتوبين ومتمثلين كويس زي الشريف الكردي من فيلم الفيلي الأزرق عبد المالك زرزور من فيلم إبراهيم اللبيض أو حتى السقر من فيلم ولادرز ولو على الأساطير فإحنا عندنا قصص وفي الكلور شعبي زي المدهة أو إيزيس وأجريس ولو قدرنا نحول القصص والروايات دي الأفلام ومسلسلات زي فيلم الفيلي الأزرق أو مسلسل ما وراء الطبيعة خليم عندناش لعبة بدور أحداثها في مصر وبطولة شخصيات مصرية وعشان كده قررت أعمل لعبة الموضوع بدأ بإنترفيه وشوفته للمطورين لعبة إنفاموس وكانوا مطسوطين إنهم عملوا لعبة بتخلي اللعب يحس إنه سوبر هيرو وكواحد بيحب السوبر هيرو جانرا وبيحب الألعاب كنت حسس إن دي حاجة هحب أعملها وساعتها بدأت تدور إزاي يعمل لعبتي عشان خلي الناس تجربها فتحت جوجل ودورت على اللي كنت محتاجه ساعتها استنى كده لا مش الفيديو ده لا منتج منتج وهنا كانت أول مرة تعرف على مصطلح محرك الألعاب محركات الألعاب أو Game Engines هي برامج مسؤولة عن تسهيل عملية تطوير الألعاب عن طريق تجنيع كود للوظائف المشتركة في كل لعبة كل الألعاب مثلاً فيها طريق العرض الأبجكتس على الشاشة والعملية دي اسمها Rendering كل الألعاب برضو فيها الأبجكتس بتخبط في بعضها أو بتقع على الأرض بسبب الفيزياء وغيرهم من الوظائف المشتركة اللي مش منطقي يبدأ تطويرها من السفر مع كل لعبة فالوظائف دي تجمعت وعملت Game Engine ده ما إن فيه برنامج مسؤول عن تطوير الألعاب أنا لو نزلته هعمل لعبة صح؟ لما نزلت Game Engine وكان ساعتها Unity كنتم تخيل إنه برنامج زي أي برنامج هدوس على شوية زرائر وهفتح كام توتوريال وزاعتها هيبع عندي لعبة كاملة بس الحقيقة ما تلعدش كده خلص في الأول عرفت إنه محتاجة أتعلم برمجة علشان أطور لاجك بتاع اللعب وبعدين محتاجة أتعلم رسم عشان أصمم الشخصيات وبعدين محتاجة أتعلم 3D Modeling عشان أحاول الشخصيات دي 3D واستخدمها في اللعبة وبعدين محتاجة أتعلم Game Design علشان أصمم لعبة تبقى ممتعة بالنسبة للعب وبعدين محتاجة أتعلم Environment Art علشان أخلي بيئة اللعبة شكلها حلو وبعدين 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 وهنا بيظهر الاختلاف الحقيقي لمجال تطوير الألعاب يعني لو اعتبرنا الدائرة سودة دي فيها كل المجالات العلمية الهندسة، البرمجة، الفيزياء، والدائرة الملونة فيها كل المجالات الفنية التأليف، التصوير، الإخراج فمجال تطوير الألعاب هيبقى في الجزء المشترك ما بينهم وعشان تبقى مطور شاطر محتاجة تعرف عن كل جزء فيهم خوانين الفيزياء مثلا بتشرح إزاي جسم بيقى عن نتيجة الجاذبية ومبادئ الأنيميشن بتشرح إزاي تبين جسم بيقى عن طريق والسكواشنج، ومعرفة المعلومتين دول تقدر تإمبليمنت جوم بشكلها حلو والجين فيه البتاحها كويس مثال كمان، خوانين الفيزياء بتشرح إزاي الإنعكاسات بتشتغل على الأسطح المختلفة وأساليب الرسم والتصليل بتشرح إزاي تطلع أرت ستايلز مختلفة ومعرفة المعلومتين دول أنت تقدر تطلع ألعاب اللي ستايلز بتاحها مختلف بصرياً بعد معرفة المعلومات دي عن المجال وجربت اللي تعلمته في كام مشروع صغير ده الوقت إن نعمل لعبة كاملة بس كنت مخلي بالي إن الفكرة تكون بسيطة قررت استوحى الفكرة من المشهد المشهور في الفيلم لما البطالين يقفوا في ظهر بعض والأعداء ييجوا حواليهم من كل ناحية بس التغيير بسيط ماذا لو اللي اتنين معاهم سلاح واحد بس اللعبة هتبقى جماعية من 2 players واقفين في ظهر بعض واحد بس من اللي اتنين معا السلاح يقدروا بس يلفوا لو اللي اتفقوا على اتجاه واحد ويبدلوا السلاح لو اللي اتنين برضو اتفقوا والأعداء جايين من كل ناحية كده بشكل أساسي يعني عندي ثلاث مهمات رأسية لازم أطورهم في اللعبة تي واحد إن اللي اتنين لاعبين يتفقوا على اتجاه واحد يلفوا فيه اتنين أعداء جايين من كل ناحية عليهم وثلاثة طريقة يبدلوا بيها السلاح تعالوا نتخيل إننا بصين على المشهد من فوق ده هيبقى شكل اللي اتنين لاعبين المطلوب إنهم يفضلوا واقفين في ظهر بعض ومايلفوش في أي اتجاه غير لو اتفقوا على اتجاه واحد بس الانجن بيترجم input كل لاعب على إنه رقم من سالب واحد لواحد سالب واحد لو البلاير دايس شمال واحد لو البلاير دايس يمين وصفر لو مش دايس أي حاجة لو الاتنين بلاير مدخلين سالب واحد هيلفو شمال لو مدخلين واحد هيلفو يمين ولو الانكوت بتاحهم مختلف عن بعض مش هيلفو خالص وبكده دوران اللاعبين اشتغل بالنسبة للانمي تعالوا نرجع للمشهد الرأسي بما إن التو بلاير مش بيتحركوا من مكانهم فنقدر أسبون أي أنمي على مسافة محددة من أي بلاير فيهم وبعدين الأنمي دا يبدأ يتحرك على البلاير عشان يضربه لو الأنمي نجح إنه يوصل لحد من البلاير فيهم ويدربه كده الاتنين البلاير بيخسروا فاضل دلوقتي نلاقي طريقة يبدلوا بها السلاح البلاير اللي معاه السلاح هيشوت الأنميز وبما إن في ألعاب كتيرة شوتينج ما كانش صعب إنه أطور الحتة دي اللي كنت محتاجه إن كل بلاير فيهم يقدر يمدي إيده علشان يستلم السلاح من البلاير الثاني وهنا لقيت إن اللي هيفدني هو الانورس كاينماتيكس ودي معادلات ريادية عادة بتستخدم في الروباتيكس عشان تحسب الزوايا اللي الروبوت قارن محتاج يتحرك بيها علشان يوصل لنقطة معينة الانورس كاينماتيكس implemented in engine واستخدمتها علشان البلاير اللي بيحاول يبدل السلاح يمدي إيده ويوصل للبلاير الثاني وبعد تثبيتات بسيطة للمودلز والإضاءة ده كان شكل اللعبة في 2018 كده اللعبة بقت جاهزة إن حد غير يجربها وفعلا نزلت كذا إيفنت وخليت ناس يجربوها بس دي قصة الفيديو تاني شكرا إنكم كملتوا الفيديو لحد دلوقتي لو عندكم أي سؤال عن نجال تطوير الألعاب اسألوه في الكومنت وانا هرد عليكم وسلام